اشتركوا في القناة 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 بعد التبصيم رح يعمل لكم او اثناء التبصيم رح يعمل لكم مقابلة صغيرة كتير يعني معلومات بسيطة وسطحية نيجي للخطوة اللي بعدها الخطوة اللي بعدها بعد ما بصمت وعملت المقابلة الاولى يعطوكم يعني بيجوا بدقة عليكم الباب محل ما انتم ساكنين عفوا سبقتكن بخطوة كان لازم اشرح لكم شفية عن السكن هنيك السكن هنيك هو عبارة عن كارفانات فيها طاقة شمسية فيها فرن يعني فيه مي سخن من النهار مع انه فيه طاقة شمسية اذا الدنيا شتاء فيه فرن رح يعطوكم حرامات شراشف يعني وهي الشغلات ومخدات كله جديد بجديد خاصة فيكن هاي غالبا رح تحصلوا على غرفة كل شخص اللي هو غرفة لحاله لكن ممكن تتقاسموا الغرفة مع حدا تاني عهوى الضغط عهوى كمية الاعداد اللي عم تيجي على الكامب يعني هن طالبين اللجوء اللي جايين على الكامب هلا بعد ما بصمنا وعملنا المقابلة الاولى هاي الصغيرة بنبصم مرة تانية رح يصير العملية كالتالي تبصين مرة تانية بعد ما تبصموا المرة تانية بيعطوكم موعد الاوزفايز بعد بستاخدوا الاوزفايز هون يعني بنفس التوقيت تقريبا او اليوم ذاته رح يعطوكم موعد للمقابلة الاخيرة هلا الاوزفايز مهم جدا اذكر هذا الشي انه لازم تحافظوا عليه وتديروا بالكم ما يضيع او ينصرق منكم لانه صعب جدا جدا استخراج بديل لالوه هاد الشي رح ينبهوكم عليه هنيك طبعا بعد ما تاخدوا الاوزفايز واخدتوا موعد المقابلة الاخيرة هون ما ضل للكم اي قاعدة بالكامب يعني صار فيكن تطلعوا بجمعوكن وبطالعوكن هن الموظفين برا الكامب وهيك خلصتوا مع السلامة راجعة عقاسينا بسيطة جدا نفس المحطة ستيفان دالي اسمها فيكن كمان بتستخدموا جوجل ماب عن طبيع تحديد المواقع بتعرفوا كيف رح ترجعوا لكن هي راجعة نفس الروحة بتروح لمحطة ستيفان دالي هنيك بتستانوا قطار كل ساعتين تقريبا في قطار انتبهوا لهذا الموضوع كل ساعتين في قطار بنزلكم محطة لريسي ستاسموس او محطة القطارات تبع اثنى رح حط لكم حتى رابط المحطة تبع اثنى اسفل الفيديو من وين بتطلعوا ولوين رح ترجعوا بدي احكي شي زيادة عن موضوع كامب ملكاسا انا بنصح في منظماتهم باليونان منظمات بتقدم مساعدات قانونية يعني محاميين بشكل مجاني مية بالمية وبساعدوا بكل صدق وامانة بنصحكم باستحاب محامي للمقابلة الاخيرة المقابلة الاخيرة بتصير كتير عالم تعرف هذا الموقع اسم المحطة كتاخاكي مركز اللجوء هناك او دائرة الهجرة اليونانية اللي هناك بصير فيها المقابلة الاخيرة بعد ما تاخدوا انتو الوسفايز متل ما حكينا ويعطوكم موعد المقابلة المقابلة الاخيرة بتتم كتاخاكي ان شاء الله اكون فدتكن وشرحت شرح وافي وكافي وبتمنى تدعموني بالاشتراك بالقناة واي سؤال عندكم يا فيكم تتواصلوا معاي بالتعليقات وان شاء الله رح ارد عليكم اول باول وهاي كانت نهاية حلقتنا لليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته